ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد استمع سمو الشيخ خالد بن حمد إلى إيجاز من رئيسي الناديين حول الخطط المستقبلية والبرامج التي يسعى الناديين لتنفيذها بهدف ضمان استمرار الجهود لتطوير الكوادر الإدارية والفنية ورفع مستوى الفرق منتسبيها لتعزيز المشاركة في بناء وتقدم القطاع الرياضي من جانبهما قدم رئيس النادي الأهلي ورئيس النادي الاتحاد الشكرات والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه الزيارة التي قام بها سموه والتي تؤكد حرص واهتمام سموه على دعم الأندية الوطنية وتحفيزها لمواصلة العمل نحو البناء والتطوير في قطاع الرياضة مؤكدين أن جهود سموه واضحة في تعزيز التواصل والتأكيد على دور الأندية كشريك رئيسي في العملية التنموية بهذا القطاع الحيوي معاهدين سموه نحو المضي قدما لاستمرار الجهود لتحقيق كل ما من شأنه رفعته وازدهار الرياضة تشرفنا اليوم بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد على الخليفة في نارينا الأهلي هيعتبر هنا الزيارة التاريخية لهذا النادي اللي يكون رئيس الهيئة يكون موجود معانا ويطلع على إنجازات النادي وهموم النادي وجميع الأندية طبعا فألف ألف شكر له على هذه الزيارة وطبعا تكلم معانا بكل شفافية وطبعا وعدنا إن شاء الله خير بيكون في الرياضة ونحن متفاعلين أيضا في زيارة أنه بيكون أكيد الرياضة البحرينية التقدم والازدهار في ظل رأسها للهيئة كان لقاء جدا مثمر حبينا نوجه كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد إلى هذه اللفتة وهذه الأمور التطويرية والتواصل للفعال مع الأندية والمباشر وإن شاء الله إلى مزيد من التطوير والنمى نادي الاتحاد يوم تشرف بتدشين الأبليكيشن الخاص بنادي الاتحاد من قبل سمو الشيخ خالد واللي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين إلى الأندية الوطنية واللي يشمل العديد من الأمور منها أخبار النادي، فعاليات النادي، جداول المباريات وأيضا عضويات النادي، طلب العضوية وتجديد العضوية فبيكون إن شاء الله نقلة نوعية في التحول الرقمي تنفيذاً لتوجيه السيدي سمو الشيخ ناصر في برنامج استجابة اللي يخلي إن شاء الله يكون العمليات التطويرية الإدارية في تطور شامل ترجمة نانسي قنقر